ولذلك الامام جعفر الصادق ويعني سئل عن محترف الكذب على آل البيت فقال إن ممن ينتحل هذا الأمر أي إن ممن يدعي محبتنا آل البيت لا يكذب حتى يحتاج الشيطان إلى كذبه يا سلام ده الشيطان بيتعلم منهم الامام جعفر الصادق وده في كتاب الكافي للكلين يعني من مراجعهم هم في الكافي للكلين الامام جعفر الصادق بيقول من الجماعة اللي بيدعوا محبتنا ويدعون موالتنا هؤلاء لا يكذبون علينا الكذب الشنيع لدرجة أن الشيطان يعني يحتاج إلى كذبهم ليدلس على الناس أي الشيطان يتعلم من هؤلاء والعياذ بالله تعالى طيب بعض روايات جابر الجعفي بإجاز واختصار عن جابر الجعفي عن أبي جعفر أي عن الإمام الباقر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه إلا الأوصياء وده كلام في الحقيقة من أخطر الكلام الذي يقال لأنه حصر علم القرآن في الأوصياء أي في أئمة آل البيت الأئمة الاثنى عشر حصر علم القرآن طيب العلوم التي تفرعت من القرآن العلماء الذين تكلموا عن القرآن كأنهم لم يطلعوا على شيء من القرآن الكريم وده منهج الباطنية الذين يقولون للقرآن ظاهر يعرفه العوام وباطن يعرفه الأوصياء من الأئمة ومن ثم يفسرون تفسيرات طائفية تتفق مع نحلتهم المفترى كما سأشير لبعض التفسيرات المكذوبة والمنسوبة للإمام محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنه أرضاه وعنه أيضا عن جابر الجعفي أنه قال ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه إلا علي ابن أبي طالب والأئمة من بعده وإذا أيضا في الكافي للكلين أقول ده كلام في الحقيقة من أخطر الكلام الذي يقال لأنه جعل القرآن قرآنين جعلوا القرآن عدين أي قسموه وجعلوا منه ظاهرا للعوام وباطنا للأئمة فقط ولذلك على سبيل المثال يفسرون الصوم بأنه حفظ أسرار الأئمة يفسرون الصلوات الخمس بفاطمة وعلي والحسن والحسين والإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب يفسرون التين والزيتون بالحسن والحسين إلى غير ذلك وربما سأورد بعض التفسيرات التي نسبوها لعلماء آل البيت كذبا وزورا لكن إن كان يخصد بظاهر القرآن وباطن القرآن يعني المعنى الظاهر من خلال النص فده كلام صحيح المعنى الباطن الذي يحتاج إلى تأويل وتفسير ويعلمه الراسخون في العلم أو إن اللفظ يحتمل يعني معنيين ربما يترجح أحدهما على الآخر فده معنى جيد ومعنى رائع لكن هل القرآن باطن بالمفهوم والمعنى الذي قصده هؤلاء الكذبون وحصروه في آل البيت ده قمة الدجل وقمة الكذب وهذا عين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حصروا علم القرآن في طائفة أو في نفر من الناس فقط ثم آل البيت ليسوا جميعا يعني ليسوا جميعا أدقياء فربما كان من آل البيت كأبي لهب كان كافرا أو ربما كان البعض عاصي لكن هم في الحقيقة حصروا آل البيت في سلالة يعني سيدنا الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكما قال الحافظ الزهبي لم يبقى من نسل الإمام الحسين يعني نسل إلا من نسل يعني محمد إلا من نسل علي بن الحسين هو والد محمد وبعدين جعفر الصادق ابن محمد كما قال ذلك الإمام الحافظ الزهبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والكلام في الحقيقة يعني يطول لكن القرآن كما قلت وقال ربي سبحانه بلسان عربي مبين دا القرآن الكريم وربي قال كتاب فصلت آياته كرآنا عربيا لقوم يعلمون فالقرآن الكريم ليس فيه طلاسم كما يزعم هؤلاء الكذبون والدجالون